اهلا بكم الى هذه النشرة من الميادين وتتابعونا في ابرز العنوين تجدد الغارات السعودية على صنعاء وتواصل الاشتباكات بين الجيش اليمني وقوات هادف عدن ارتفاع حصيلة قصف حي الاشرفية في حلب لخمسة عشر شهيدا احتجاجات في بالتيمور رفضا لحظر التجول واصابة ضابط شرطة بطلق ناري في نيويورك صباح الخير تجددت الغارات السعودية على العاصمة اليمني صنعاء حيث سمع دوي انفجارات ضخمة بعد منتصف الليلة الماضية وكان مراسل الميادين قد افاد بان طائرات التحالف السعودي شنت نحو عشر غارات على منطقة حريب بين شبوى ومأرب الغارات طاولت لاول مرة جزيرة كمران في البحر الاحمر بالحديدة ومنطقة عسحار والظاهر في صعدة الطائرات قصفت ايضا عقبة ثرى بين لودر ومكيراس واستهدفت المنياسة شرق لودر لزمن ذلك مع سيطرة الجيش اليمني على مواقع مطلة على منطقة مودية في أبيان فيما تجددت الاشتباكات العنيفة في تعز وفي عدن افاد مراسل الميادين بوقوع اشتباكات بين الجيش اليمني وقوات موالية لرئيس عبدرب منصور هادي في أحياء عدة من المدينة قوات هادي شنت هجوما في المعلى وصوامع الغلال في ظل مشاركة طائرات التحالف السعودي في قصف مواقع الجيش كذلك تدور اشتباكات متشابهة في حي اكتوبر والرئيسي حفون وجولة الشيخ اسحق حذر منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية الى اليمن يوهانس فاندر كلاو من نفاذ سريع لمخزون المحروقات والغذاء في البلاد ما قد يؤدي الى انهيار في البناء التحتية الاساسية في غضون ايام كلاو قال من جيبوتي ان الخدمات التي لا تزال تعمل في مجال الصحة والمياه والغذاء باتت قيد التوقف بسبب عدم وصول الوقود اكد الهلال الاحمر اليمنين لم يعد بمقدوره الاتصال بفروعه في اليمن موضحا ان الوضع في اليمن كارثي على الصعيد الانساني حيث وصل الامر الى حد ان الهلال الاحمر اضحى عاجزا عن اسعاف الجرحة او نقل الجثث بسبب عدم توفر مادة الديزل يعني نحن الان نقف امام كارثة قد ربما تكون كارثة كبيرة انسانية ناتجة عن عدم اصطاعتنا للوصول الى المستضعفين والى المصابين والجرحة معظم فروعنا في الجمهورية توقفت عن العمل بسبب عدم توفر مادة البترول والديزل لذلك لا نستطيع تحريك سيارة الاسعاف لنجدة هؤلاء الجرحة او نقل الجثث التحذيرات من ترد الاوضاع الانسانية في اليمن تأتي فيما يواصل اليمنيون لملمة جراحهم التي خلفتها الغارات السعودية على مختلف المناطق اليمنية ومن بينها صنعا من تحت الانقاد هذه انتشلت عشرات الجثث الا عجوزا في الثمانينات نجت من ذلك تقول المسنة ان اجلها لم يحن بعد فمغادرتها الحياة مع اكثر من عشرين شخصا لم تكن محتومة بهذه الغارة صبيعك هو بالعناية وانا من الله بغي ليشد فاكه والله انا كنك شامو واحد وعشرين شهيد وثماني وثلاثين جرحة بعضهم في المستشفيات وعضهم في الثلاجة اخي خلص ما قيتش بابلا لقى لقى سقط اشلاف راس هناك ورجل هناك ويد هناك ما اعلم بالله انه جزء من حي سعوان في العاصمة صنعاء اضحت منازله ركاما بعد غارة جوية هي الاعنف في استهداف المدنيين يقول السكان كان بحنا اكثر من خمس بيوت اجينا نمسر لحابنا ما حفل ولا واحد منهم ابطال الكبس انتهوا وعياله الحميمة هو وعياله خمس بيوت الذي انتهوا في هذا المكان فعلى بعد كيلو مترات قليلة فقط سقط صاروخ في حي اخر وهذه اثاره غارات لم تنجح في كسر عزيمة المواطنين بجالتنا انهم يتقوا الله في المواطنين اليمنين الابرياء المشاكي ومع ارتفاع عدد الضربات على البلد تزداد اعداد الشهداء والجرحة وتصبح اثار الغارات اماكن للزائرين هائل الشارحي صنعاء لقناة الميادين اهل صنعاء يعيشون التبعات المبشرة لغارات التحالف السعودي في التقرير التالي رصد لاختفاء المواد الغذائية من الاسواق والارتفاع الجنوني للاسعار في شوارع صنعاء للازمة اليمنية عيون وبكاء معاناة الشعب اليمني يلخصها اهل صنعاء باختفاء المواد الغذائية من الاسواق والسبب على ما يقولون الحرب الكيس البر اليوم بحوالي يعني الذي يحبوه بخمسة وخمسة بستة عالف غير موجود الدب الغاز اليوم قرحت من عمس وهاكذا بخمسة عالف باربع عالف غير موجودة ما هو السبب يا خبرة ما هو هذا قالوا الحرب نعاني من عزمة ديزل من عزمة ديزل وأنا عاني من عزمة دقيق إن الكيس ديغلان بخمسة عالف وثلاثمائة نستورده بمضاعف ديزل بمضاعف سكر وزيت ما يبيعون لبا إنقاذ بسبب الحرب هذا الأزمة ليعاني بالشعر هذا بسبب عاصفة الحزم أنا قولت عاصفة الحزم السعودية بين انحسار ما سمي عاصفة الحزم وهبوب ما سمي أيضا عاصفة إعادة الأمل يبدو اليمنيون كمن عاد الأمل أو ربما هو من عاداهم كل ما يشعرون به في يوميتهم الحصار حصار من كل الجهاد سبب الأزمة والمشاكل سبب حروبة هذا وسبب لا بالنفط ولا بمعنى كل شيء لو ما حاصروا من كل الجهاد تفعت المواد الغذائية بذمة الحصار المفروض على اليمن الحصار هذا المفروض جو وبر وبحر يعني أدوه علينا الضغط من كل الجهاد وطائرات ليل ونهار وهجوم ليل ونهار يعني مصائب المصائب وقنات نحن تجار في صنعاء لا نستطيع أن نستورد أو نجل بضاعب بسبب الحصار المفروض على صنعاء بعدم وصول المشتقات النفطية بسبب ضربهم الجوي لا يملك اليمنيون بعد مرور نحو شهرين على الغارات السعودية وحلفائه على بلدهم سوى الدعاء فما كان يجدر به أن يتوجه إلى إسرائيل على ما يقولون إذ به يضيع البوصلة ويضرب اليمن نحن ندعي عليهم ليلونها إن الله يمكس الكبر حقهم بس ما عد معنا يحاصرون هذا المحاصرة كلها قادر يصير يضرب حقها القوة هذه يصير يضربها في سرعائي المشي يضربها في اليمن يحاول التحالف السعودي انضاج أهداف حملته العسكرية على اليمن لفرض خياراته السياسية لذلك اصطدمت المبادرة السياسية وحتى الإنسانية لوقف الحرب على اليمن برفض الرياض حسن عبدالله إذا كانت المبادرات الإنسانية التي تسبق في العادة الحلول السياسية ممنوعة من سلوك الطريق إلى اليمن حيث فشل أو أفشل مجلس الأمن في التوافق على مشروع بيان روسي يطالب بهدونات إنسانية فكيف يمكن توقع فتح الباب أمام الحلول السياسية بعدما أسقطت نيران التحالف السعودي ما طرخ منها من قبل إيران والجزائر في هذا الوقت لم يصل المراقبون لتطور الأوضاع في اليمن إلى فهم جوهر وأبعاد مرحلة عملية إعادة الأمل التي أطلقتها السعودية وحلفاؤها بعد عاصفة الحزب فلا هي مهدت لوقف تساقط الصواريخ والقضائف على اليمنيين ولا هي حسمت المعركة الدائرة على الأرض الثابت الوحيد هو أن الجميع يعترف بخطر استمرار رفض التحالف السعودي فتح المنافذ أمام الأفكار السياسية وما يسببه ذلك من رفع درجة الاحتقان الإقليمي لكل ذلك لا يبدي المراقبون تفاؤلا كبيرا بالجولة الإقليمية التي سيبدأها المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ويلد شيخ أحمد الأسبوع المقبل في مسعى لإحياء محادثات السلام تجربة سلفه جمال بن عمر لا تبشر باستعداد أصحاب الخيار العسكري للتراجع للمبعوث الأممي الجديد ولا إدارته أفصحا عن أفكار ملموسة أو اقتراحات محددة لمناقشتها في الجولة الموعودة فيما لا تزال فكرة المؤتمر الدولي لاستئناف العمليات السياسية في اليمن التي ألمح إليها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيفري فلتمان مجرد فكرة نظرية ودونها عقبات كثيرة أخطرها إصرار التحالف السعودي على الرياض كمكان للحوار وعلى إلحاق الهزيمة بالجيش اليمني وأنصار الله وهو أمر لا أفوق له حتى الآن أفاد مراسل الميادين في حلب شمال سوريا بارتفاع حصيلة شهداء استهداف حي الأشرفية في المدينة إلى 15 شخصا وقد قارب عدد الجرحى الخمسين جاء ذلك في سقوط قذائف أطلقها مسلحون من لواء بدر وطاولت أيضا أحياء الميدان والخالدية ومساكن حي السبيل والجبرية في حلب وذلك بعد مقتل خمسة من قادتها في غارات لطائرات الجيش السوري إلى ذلك تتقدم وحدات الجيش السوري باتجاه قرية السرمانية أقصى شمال غرب منطقة الغاف في محافظة حما يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات على أكثر من محور في جبهات محافظة إدلب ولسيما في محيط معمل السكر جنوب جسر الشغور وفي محيط جبل الأربعين حيث صد الجيش هجوما للمسلحين المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخضر تهاجم جبهة النصرى مشفى جسر الشغور عبر تفجير انتحاري يتضرر المشفى بدرجة كبيرة لكنه يأبى السقوط 250 جنديا وضابطا يقاتلون مدعومين بغارات جوية خلفت حزاما ناريا حول المشفى يقصف الجيش مواقع المسلحين وينفذ غارات في قرية الكفير ومعمد السكر في محيط الجسر معارك لا تتوقف لاستعادة المدينة نحن الآن موجودون في كمب الألمان تقع إلى شرق قريت السرماني بعد تحرير القرى التي تقع إلى جنوبنا مثل فورو والبحصة بالإداءة ضافلة الصفصافي في الجبال وبيننا وبين المسلحين مسافات لا تتجاوز 500 إلى 800 متر يندحرون دائما أمامنا بعد أن نكبدهم خسائر فادحة لا فصل بين جبهات القتال في جسد الشغور وجبل الأربعين وأريحة في إدلب وتلك المشتعلة في الغاب معارك يريدها الجيش السوري وقفا لتقدم مسلحي جيش الفتح واستعادة لمواقع سيطروا عليها مدفوعين بتدفق غير مسبوق للمسلحين عبر الحدود مع تركيا وحدات الجيش مدعومة بالدفاع الوطني تنفذ عمليات معاكسة في ريف حماس شمال الغربي عشرات القتلى والجرحة على محور القاهرة العنكاوي عمليات أعطت نتائج واضحة على الأرض بعد السيطرة على تل واسط وحاجز التنمية الريفية وترتبط مع عملية واسعة لاستعادة السرمانية أقصى شمال غرب الغاب يريدها الجيش السوري معركة لاستعادة السيطرة على ريف إدلب الواسع انطلاقا من آريحة منطقة تشكل عقدة مواصلات مهمة بين اللاذقية وحلب والمحافظات الوسطى أهمية يدركها المسلحون الذين يحاولون توسيع المعارك باتجاه سلسلة جبال اللاذقية الشرقية محمد الخضر دمشق الميادين بدأ رئيس قليم كردستان العراق مسعود بارزاني زيارة إلى واشنطن على رأس وفد رسمي رفيع في غضون ذلك أعلن مجلس النواب العراقي رفضه لمشروع قرار الكونغرس الأمريكي يتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي لمحاربة داعش بعيدا عن الحكومة الاتحادية واعتبر المجلس الأمر تدخلا سافرا وخرقا للأعراف الدولية وقد قرر المجلس مخاطبة الكونغرس بشأن رفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله ويتدخل في شؤونه الداخلية وضف البيان أن الحكومة العراقية تلتزم توفير مستلزمة مواجهة داعش لاستعادة الأراضي العراقية وحشد جميع القوى المقاتلة ضد التنظيم مراسل الميادين في العراق فاد باستشهاد ثمانية أشخاص وجرح خمسة وثلاثين آخرين بتفجير في الكرادة وسط بغداد وفي شرق بعقوبة وقع 11 شخصا بين شهيد وجريح بتفجير حافلة ركاب شمال المدينة إلى هذا استعادت القوات العراقية السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة الكرمة شرق الأنبار في أربيل أحبطت قوات البشمرق عملية كبيرة لتهريب السلاح كان مسلح داعش يحاولون إدخالها من الأراضي السورية إلى العراق بهدف إيصالها إلى الموصل وكشفت القوات الكردية عن انحسار عملية تسلل عناصر داعش عبر الحدود بالنسبة 90% تقرير محمد كريم انتشار أمني مكثف شمال غرب العراق خنادق على طول الحدود العراقية السورية وعلى مسافة تمتد لمائة وخمسين كيلو مترا سواتر ترابية أقيمت في منطقة حصاويك قرب سنجار لمنع تسلل المسلحين حيث المنفذ الوحيد الذي يربط البلدين بعد إغلاق منفذي ربيع والوليد الحدوديين السرب نحي سنوني قزو شنغوربيع نحن ننتشر من ناحية سنوني إلى منطقة سحيلة ونسيطر عليها بشكل كامل أما الجانب السوري فتتولى قوات وحدات حماية الشعب مسؤولية تأمينها إلا أن هذا الانتشار الأمنية لم يمنع المتشددين من الاستمرار في محاولاتهم للتسلل والعبور من سوريا إلى العراق وبالعكس نحن نمنع أي عمليات عبور لدينا تنسيق بذلك مع وحدات حماية الشعب إلى حد ما إلا أننا نسمح بعبور الحالات الإنسانية فقط محاولات تسلل تقول قوات البيش مرد إنها انحسرت بشكل كبير بفضل تعاون أهالي القرى الحدودية التي تقتلها غالبية عربية حاول الإرهابيون الليلة الماضية تسلل عبر الحدود بهدف إيصال السلاح لداعش في العراق إلا أننا تمكننا من إحباط العملية في كمين قرب المعمى واعتقناهم هذه القوات المنتشرة على الحدود العراقية السورية تؤكد الطبيعة الدفاعية لمهمتها كيلو متران تبعد معاقل داعش عنها إلا أن الأوامر لم تصدر بعد للهجوم والتركيز حاليا على قطع خطوط الإمداد التي يستخدمها داعش للتلقل عبر الحدود القيادات الأمنية والعسكرية في الإقليم تؤكد أن البيش ماركا ستواصل المعاركة ضد داعش في الداخل بعدما باتت الحدود مع سوريا في الجانب الشمالي الغربي من العراق مؤمنة بنسبة 90% محمد كريم أربيل الميادين أفاد مراسل الميادين بإصابة ضابط شرطة أمريكي في نيويورك بطلق ناري في الرأس من مجهول وبأنه في حالة حرجة بحسب شرطة المدينة في غضون ذلك تظاهر آلاف الأمريكيين في شوارع مدينة بالتيمور عقب توجيه الاتهام لستة عناصر من الشرطة بتهمة التسبب بوفاة شاب من أصول أفريقية أثناء توقيفه الشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين لانتهاكهم حضرة تجوال المفروض في المدينة فيما ردد المحتجون شعارات تطالب بالعدالة للشاب الذي قتل كذلك عمد الحرس الوطني إلى تعبئة ثلاثة آلاف عنصر للحفاظ على الأمن في المدينة أعلنت الحكومة في نبال ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى أكثر من سبعة آلاف واربعين قتيلا وأضافت أن حصيلة الجرحة بلغت أربعة عشر ألف شخص حتى الآن وسط ترجيحات بارتفاعها في الأيام المقبلة وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق استبعاد العثور على أحياء تحت الأنقض قال الجيش النيجيري أنه ضيق الخناق على بوكوحرام لكن الألغام الأرضية تعرقل الهجوم الحاسم الذي يهدف إلى طردهم من معاقلهم في شمال شرق البلاد وأكد أنه دمر شهر الماضي أكثر من ثلاثة عشر معسكرا لبوكوحرام كما نجح خلال الأسبوع الماضي في تحرير ثلاث مجموعات من النساء والأطفال الذين وصل عددهم إلى أكثر من خمسمائة وقالت منظمة العفو الدولية شهر الماضي أنه جرى خطف نحو ألفي امرأة وفتاة اشتركوا في القناة